لكن يا أستاذ إبراهيم وانت قد سألتني قبل أن أدخل طب والحل إيه أقولك الحل في جملة وبعدين نتكلف في تفاصيل الحل يا أخوانا هو إحنا البطولة السنة فاتت مش كانت من مباراة نعتبر البطولة السنة دي من مباراة ننسى خالص الماتش ده يبقى قيمة مضافة في جبنا لكن ننسى بس نتعلم من اللي عملنا السنة اللي فاتت محدش تستدرجنا أو نضع نفسنا في شوشرة ما نعودش نتكلم بقى على أي سلبيات أو مؤامرات أو تحكيم رغم وجود كل هذا الذي نتحدث عنه ولكنه بيشتتنا عايزين كل واحد يتحمل مسؤولات أستاذ إبراهيم نعزل اللعيبة بقدرتها ولا نقدم لهم النصح أنت بتنصح ناس هي اللي عايشة يعني ما يجي واحد يقول لك المفروض يخرج مين وينزل مش عارف مين وأنت عارف ظروف اللي أنت بتقوله ينزل ده ما هو ده كان قلم على العيب عندك ما نزلش ليل فيه وجهة نظر فنية فنية عند الرجل إنما نقعد تتكلم بص إحنا بنقول القنجلة تضارم المدرجات ولكن تتمتع بدعم المدرجات وتعمل من أجل المدرجات وإسعاد المدرجات دي مسؤوليتها والحساب يكون هنا هارف تتسعى جماهيرك ولا لا وأيضا لا تضار من الأستوديوهات يا أستاذ إبراهيم هنحترم أنه أنتوا بتعملوا برامج وفيها إعلانات وفيها جانب اقصادي قول اللي أنت عايزه من غير ما ننظر ومن غير ما ندعي إن إحنا نمتلك الحقيقة ومن غير ما نقعد نشتم ونهاجم المسؤول أي مسؤول في أي نادي يا أستاذ إبراهيم هو عنده قدر من شجاعه وبيتحمل المسؤولية لأن أسهله يقعد ياخد فلوس أكتر في أي ستوديو ينتقد اللي بيشتغلوا بيشأ قد يدركوا التوفيق وبعدين يبقى مصيروا في إيد فار في إيد حاكم في إيد الله أعلم توفيق أنت في النهاية تتابع كرة قدم أستاذ إبراهيم بتحتمل كل النتائج وبتحتمل كل المفاجآت مين كان يقود ساعة ما الوداد اتعادل صفر صفر مع عشر أو تسع لعيبة من سانداونز إنه فرصه تبقى يوصل النهائي ويبقى بنتكلم أنه حظوظه موجودة بقوة في النهائي حدش كان يتخيل لكنها كرة القدم اعمل اللي عليك الناس عملت اللي عليها ربنا وفقهم أنا عايز كده حيزا ما في القيد تروح كل اللي عليها تبقى مش شايفة غيرناها تعمل اللي عليها والأجهزة الفنية تبقى ما بتشتغلش تحت ضغط لا عايزة ترضي حد ولا عايزة ترد على حد ولا عايزة تقنع حد هي ليه بتعمل كده ما بتعملش ليه كده عايزين نحررهم من هذا الكلام وإدارة نادي أخذت بالأسباب وأتاحت كل ما تملكه من جانب اقتصادي وجانب إداري وخبرات ودعم معناوي عشان تخطه للفريق وجماهير بتحب ناديه حتى النقاع والإخلاص وهنا بقول خلينا كجماهير نروح بعيدا عن الفريق والإدارة مش عايزين منهم حاجة عايزين بس الروح اعملوا اللي عليكم عشان مشهد اللي حصل في البطولة اللي فاتت احنا ما احنا كناش في كامل تركيزنا أستاذ إبراهي ولا كنا لا صحيح ما كناش ما تقوليش عزلت الفرق لا 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 مجرد انك حاسس بالمظلومية انت نقلت المظلومية للفريق لا يا سيدي انا هلعمتش وهعتبر كل الظروف ضدي بس هعمل اللي عليك حين ده هيكون التوفيق من عبد الله سبحانه وتعالى اعمل اللي عليك وشيب كل الظروف ضدك والعالم مش هاهد طيب هالعالم الثانية اللي فاتت اعترف بحقك وشوف ربنا لفت الأمور ودهلك حقك وروحت انت وانت اللي كملت للأدوار المتقدمة فبطلت العالم يعني انت كمان مش روحت ده انت اللي كنت الأكثر توفيقا واستمرار واستمرار اعمل كمهورنا هيبقى مع فرقته وبعيدا عنها